اشتركوا في القناة عفوا دكتورة رانا الروبي وهي صاحبة مبادرة تبني مصابي كورونا وكمان هنتكلم عن المبادرة دي و هنتكلم عن ازاي ابتدت معاها و ازاي كونت الفريق اللي معاها و ازاي بيروحوا على الناس و يسيبوا لهم الاكل الصحي في باب البيت عشان بس يحمل نفسهم من التعرض او من المجهود الزيد في البيت كمان هنتكلم عن مواليد بورج السرطان في الفقرة الاولى النهاردة و هنبتدي مع الصفات السلبية و الايجابية لمواليد بورج السرطان المائي احنا دلوقتي في الفترة الاخيرة من مواليد بورج السرطان المائي او العشرية الاخيرة هتبتدي يعني عندنا تقريبا حوالي خمسة ايام او اربعة ايام و ينتهي او تنتهي فترة مواليد بورج السرطان المائي يوم 23 هنبتدي مع بورج الاسد الناري ابرز الصفات الايجابية لمولود بورج السرطان المائي الرومانسية الحساسية العاطفية الخيال التعلق بالعيلة و البيت حب الاسرة و حب المنزل الاخلاص في الحب و كمان الابداع و القدرة العالية على التصميم لكن برضو من ابرز الصفات السلبية لمولود بورج السرطان المائي هي العناد التردد في اتخاذ القرارات و كمان فبعض الاحيان بيمتازوا شوية بالبخل لكن في بعض الاحيان مشكلة الاحيان يعني و كمان برضو عندهم شوية مزاجية متقلبي المزاج و محترين دايما و دايما بيلوفوا يدوروا حول الموضوع لغاية لما يخشوا فيه اليوم المناسب لمولود بورج السرطان هو يوم الاثنين و هو محكوم من القمر اللي هو كوكب مواليد بورج السرطان المائي و القمر بيدي حتة الشعرية و الرومانسية و المزاجية و كمان بيدي حتة انه هو يكون شخص محبوب من قبل الناس أنا مستني كل مكالماتكم و اتصالاتكم على أرقام الهواتف الظهر أسفل الشاشة و كمان على صفحة برنامج حياتي مع طارق السعود على الفيسبوك أيضا مستني كل الأسئلة و التعليقات عشان أرد عليها بنفسي و كمان معنا سناء قالوا صباح الخير يا سناء صباح الخير صباح النور يا فانبي اتفضل لي مست حددك عايزة اعرف كل حاجة عن بورجي و لو انا حبيت نعمل اي حاجة ممكن ولا ما نعملش يعني اي موضوع عايزة نمسي فيه نتوقف عنه ولا نمسي فيه عايزة 10-12-59 10-12-59 شكرا يا سناء للتصالك مرسي جدا 10-12-59 من موليد بورج القوس الناري الفترة التانية أرقام الحظ هنا هتكون 1 و 3 و هتكون برضو 7 يعني من الشخصيات اللي ممتلك هذا الحدث بتحس بالأشياء قبل ما تحدث و كمان من الشخصيات الطموحة جدا في الحياة محبة للسفر و التنقل و الترحال و كمان من الشخصيات اللي بتحب برضو الأمور الدينية و الفلسفية و تميل الأشياء الروحانية في الحياة طبعا بورج القوس الناري كان فترة عنده يعني مليئة بالمصاعب و التحديات شوية ابتدت معاه من منتصف 2019 وتقريبا مستمرة معاه لغاية دلوقتي لكن إن شاء الله مع دخول الشمس لبرج الأسد الناري حيحس شوية بطاقة إيجابية أكتر و يعني ممكن تكون الأشياء المؤجلة للعمل يعني ممكن تمشي في الفترة دي اللي هي يعني هتكون من 23 سبعة لغاية 22 تمانية اللي جاي مع وجود الشمس في بورج الأسد الناري أبرز الأبراغ المتوافقة مع بورج القوس الناري هي الأبراغ النارية اللي هي الأسد والحمل و كمان الأبراغ الهوائية اللي هي الجوزة والميزان والدنف طيب نرجع عندنا اتصال آخر ألو يا عابير صباح الخير ألو يا حضرتك تفضلي يا فندم حضرتك أنا 8.6.94 تمام 94 تمام عندك ماشي تربع كل حاجة ماشي حاضري يا عابير مرسي تصالك يا فندم 18.6.1994 من موليد بورج الجوزاء الهوائي الفترة الثالثة والأخيرة أرقام الحظ هنا هتكون عندك هي واحد وخمسة وتسعة أنت من الشخصيات اللي مندافعة أكتر من باقي موليد بورج الجوزاء الهوائي من الشخصيات برضو الزكية جدا والمحللة للأمور ومن الشخصيات الاجتماعية جدا ومن الشخصيات العصبية والمندافعة جدا وكمال من الشخصيات المحتارة ومزاجية عندك برضو ممكن تكون فرص مناسبة جدا بالنسبة للأمور المادية كان المفروض تكون الفرصة دي مناسبة اعتبارا من 26 اللي فات لغاية 22 سبعة اللي جاي بعد حوالي ثلاثة أيام بعد كده من 23 سبعة لغاية 22 تمانية هتكون فرص مناسبة للعلاقات الاجتماعية لو في موضوع خطوبة أو جواز ممكن يمشي بسهولة أكتر من الأيام اللي فاتت وكمان ممكن تكون فرص مناسبة جدا بالنسبة للسفريات القصيرة والدخول في ورش عمل أو دورات معينة من ناحية التعليم عندنا اتصال آخر من عبد الرحمن صباح الخير يا عبد الرحمن أزايك يا فندم أزايك يا فندم أزايك يا فندم تماما شو ركنا اتصالك يا عبد الرحمن 5-2004 من مواليد بورج الدلو الهوائي الفترة الثانية أرقام الحصة بالنسبة للمولود ده هي 4 و 5 و 8 من الشخصيات الزكية جدا من الشخصيات المحبة للاستقلالية والغريبة للأطوار في بعض الأحيان بتفاجئنا بحاجات احنا مش متوقعينها منها وكمان من الشخصيات اللي بتميل للتكنولوجيا والحاجات والاختراعات والابتكارات الكهربائية والالكترونية في الحياة عندهم فرص كويسة ان شاء الله بالنسبة للعمل بالنسبة للدراسة بالنسبة للأمور الصحية ان شاء الله كانوا بيعاموا شوية من بعض الوعكات الصحية خصوصا في الجهاز الهضمي والكليتين والكبد تقريبا في الشهرين أو ثلاث شهور اللي باتوا لكن دلوقتي ان شاء الله عندهم فرص كويسة جدا للتعافي من الأعراض دي وعندهم برضو فرص كويسة بالنسبة للعمل حتبتدي معهم من أول أغسطس اللي جاي بإذن الله تعالى في عندي اتصال من جيهان جيهان صباح الخير صباح النور فضل يا فندم أنا موليد 2000 و 2000 و 13-12 كم؟ 13-12 13-12 أي سنة؟ موليد 2000 2000 تمام عنديك سؤال محد ولا معلمة عامة يا جيهان؟ معلمة عامة ماشي مرسي الانتصال لك يا فندم 13-12 من موليد بورج القوس الناري الفترة الثانية أرقام الحظ هنا هتكون عندنا واحد والثلاثة من الشخصيات المفروض تكوني محظوظة أكتر من باقي موليد بورج القوس الناري وكمان من الشخصيات المحبة للسفر والتنقل والترحال وبتميلي للأمور الروحانية والفلسفية والدينية في بعض الأحيان ومن الشخصيات العصبية ومدفعة جدا لكن قلبك كبير وأبيض عندك فرص كويسة إن شاء الله بالنسبة للأعلاقات العطفية بالنسبة للعمل بالنسبة للأمور المادية في شهر 8 اللي جاي وكمان في شهر 10 و 11 اللي جاي بإذن الله تعالى في عندي اتصال آخر من وليد صباح الخير يا وليد يا ريت لو توط صوت التلفزيون وتسمعني من خلال التليفون يا فندم برسيه مرسيه حضرتك تفضل يا فندم الله يخليك يا فندم حضرتك يا فندم أنا 161990 تمام وحضرتك أنا معاك كازة منوضوها بسالة ظروف المادية دلوقتي ماشي فيهم ومضغوطة الآخر تمام أعيز أعرف حضرتك يا فندم إن ظروف المادية تتحسن ولا لا إن شاء الله تتحسن مرسيه تصالك يا وليد ولي 161990 من موليد بورج الدلو الهوائي الفترة الثالثة والأخيرة أرقام الحظ بالنسبة لك هي سبعة وثمانية وأنت من الشخصيات اللي عندك مفاجآت كتيرة قوي في الحياة يعني حياتك في الثلاث سنين اللي فاتوا فيها كتير من المطبات وفيها كتير من التحديات والأعقابات كانت وخصوصا على المستوى المادي أي حاجة متعلقة بالفلوس بتكون بعيدة عنك في الثلاث سنين اللي فاتوا ابتدت الأمور يعني بتتفتح شوية في الشهرين ثلاثة اللي فاتوا لكن إن شاء الله هتكون عندك فرص كويسة كدا في شهر الثمانية اللي جاي وفي شهر عشر اللي جاي لكن أحسن الفرص هتكون عندك إن شاء الله في 2021 هتكون سنة كويسة كدا لمواليد بورج أدالو الهواية على الصعيد المادي والعمل في عندنا اتصال آخر النور صباح الخير يا نور صباح النور فضل لي يا فندم صباح النور بحضرتك زي حضرتك الحمد لله فضل لي يا فندم حضرتك أنا مولدة ستاشر عسرة وعاوز أعرف يعني بورج أي سنة 2004 مرسيج صالكي نور شكرا جزيلا نور ستاشر عشر 2004 من مواليد بورج الميزان الهوائي الفترة الثالثة والأخيرة وأرقام الحظة هنا هتكون عندك ستة وسبعة عفوا ستة وسبعة وكمان من الشخصيات اللي تكون رومانسية جدا مزاجية جدا دبلوماسية جدا في التعامل لكن أيضا من الشخصيات المترددة في اتخاذ القرارات يعني بعض الأحيان وكمان من الشخصيات اللي بتكون يعني عصبية جدا لكن بي يعني بسرعة عندك برضو ممكن تكون فرص كويسة بالنسبة للميزان بالنسبة للعمل بالنسبة للأمور العاطفية بالنسبة للارتباط بالنسبة للعلاقات الزوجية والاجتماعية ممكن تكون فرص كويسة ان شاء الله اعتبارها من 15 تمانية اللي جاي وكمان عندك فرص كويسة ان شاء الله في شهر عشرة حاولي يعني ما تعمليش اي حاجة او ما تتغيش اي قرار مصيري في الفترة الممتدة ما بين 22 تمانية لغاية 29 عشان دي حتكون الشمس هنا في مولود برج العزراء وده بيت المتاعب بالنسبة للميزان فحاولي انه ما تعمليش اي قرار او ما تتغيش اي قرار يعني مصيري او مهم في الفترة دي واجليها لغاية بعد 22 تسعة اللي جاي في عندي اتصال اخر قالو قالو صباح الخير السلام عليكم عليكم السلام عليكم فرص كيف تفضل يا فرد لو سمحت عايز اعرف 12.5.73 يعني الحلة المادية عشان بس تبقالها كم سنة كده يعني شوية كده ماشي شوية كده حاضر يا فرد مرسي اتصالك 12.5.970 من موليد برج التور الترابي الفترة الثالثة والاخيرة وارقام الحظ هنا هتكون 12 عفوا هتكون واحد وثلاثة وستة من الشخصيات الرومانسية والواقعية بنفس الوقت ومن الشخصيات يعني المتخزة للقرارات ببطء شوية من الشخصيات القيادية جدا ومن الشخصيات العنيدة جدا المولود ده كمان بالنسبة للأمور المادية برضو بالنسبة للتور بقاله حوالي سنتين ونصة أو ثلاث سنين أمور المادية مش مزبطة معه لكن إن شاء الله ممكن تكون فرص كويسة إن شاء الله في شهر 9 اللي جاي وفي شهر 11 اللي جاي بالنسبة للأمور المادية وبالنسبة للعمل بإذن الله تعالى في عندي لصال آخر من إيمان إيمان صباح الخير صباح الخير تفضل يا فندم صباح الخير صباح النوم صباح الخير أي أخبر حضرتك تفضل يا فندم يا ريتلو توطسوا التلفزيون وتسمعيني من خلال التليفون عشان أقدر أسمع تاريخ الملاد بوضوح مرسي مرسي تفضل يا فندم أنا برجي 1-1-2000 تمام وبابا كم؟ بابا إيه؟ 15-12-73 تمام وأرباحه ماما 14-1-80 شكرا أنت صالك يا إيمان مرسي جدا 1-1-2000 من موليد برج الجدي الترابي الفترة الثانية أرقام الحظ هنا هتكون 81 من الشخصيات اللي متعملنا للمسؤولية في وقت مبكر من حياتها وكمان من الشخصيات الجدية في التعامل مع الناس وبتمين للكآبة يعني بأحوال كتير كمان من الشخصيات اللي عندهم فرص كويسة إن شاء الله لكن بعد شهر عشرة اللي جاي 15-12-973 من موليد برج القوس النارية الفترة الثالثة والأخيرة وأرقام الحظ هنا هتكون 3 و 6 وتكون من الشخصيات المقدرة الناحية الفنية والجمالية ومن الشخصيات المحبة للسفر والتعرف على الثقافات الجديدة ومن الشخصيات المتفألة كتير في الحياة ومن الشخصيات القيادية جدا والعصبية في نفس الوقت وعندهم فرص كويسة إن شاء الله في نهاية السنة دي عشان عندهم شوية مشاكل ممكن تكون زوجية أو عائلية في الفترة اللي فتت لكن إن شاء الله هنعديها يعني في نهاية السنة دي 14-1-1980 من موليد برج الجدي الترابي الفترة الثالثة والأخيرة وأرقام الحظ هنا هتكون 5 و 1 و 8 وتكون من الشخصيات العصبية أكتر من باقي موليد برج الجدي الترابي ومن الشخصيات الطموحة جدا في الحياة وعندهم فرص كويسة جدا من ناحية العمل والأمور المادية إن شاء الله في شهر 10 و 11 اللي جاي عندي اتصال آخر من عبدالله عبدالله صباح الخير فضل يا فندم حاضر لك أنا عايزة تصفر بس عن برج الجدي اسم ويني وشخصيات بس 31-10-1990 تمام حاضر يا عبدالله شكرا اتصال لك يا فندم 31-10-1996 من مواليد برج هنا مواليد برج العقرب المائي الفترة الأولى أرقام الحظ هنا هتكون عندك 4 و 9 وتكون من الشخصيات اللي عندك مفاجآت كتير قوي في الحياة من الشخصيات الرومانسية جدا والعاطفية جدا لكن في العلاقات العاطفية بتكون متعب لأنك من الشخصيات المحبة للتبلك وغيور بشكل كبير وبتشك كتير وكمال من الشخصيات اللي بتميل الانتقام في بعض الأحيان إن شاء الله هتكون عندك فرص كويسة من ناحية العلاقات العاطفية الزوغية والاجتماعية وكمال من ناحية المال والشغل إن شاء الله في نهاية شهر عشرة وبداية شهر 11 إن شاء الله من السنة دي بإذن الله تعالى معانا اتصال آخر ألو 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 تفضل يا فندم يا ريت لو توصلوا التلفزيون وتسمعيني من خلال التليفون يا فندم مفضلك شكرا مفضل يا فندم أنا اسم سمية موليد 2-11-1987 7-8 تمام عندك سؤال محد تمام شكرا 2-11-1987 أو 80 من مواليد بورج العقرب المائي الفترة التانية أرقام الحظ هنا هتكون 2-3-9 وتكون من الشخصيات الحساسة جدا مزاقية متقلبة أكتر من باقي مواليد بورج العقرب المائي ومن الشخصيات اللي بتميلي الانتقام في بعض الأحيان من الشخصيات المزاقية جدا والمتقلبة جدا وكمان عندك فرص كويسة إن شاء الله من ناحية الأمور المادية إن شاء الله في نهاية شهر 10 وبدأ شهر 11 اللي جاي مع بعض الفرص البسيطة في شهر 8 وشهر 9 بإذن الله تعالى في عندي اتصال آخر حسام تردل يا حسام وعليكم السلام وفضل يا فن 23 و 26 و 86 تمام ليه بقى بحصل مشاكل حضرك في عيد الميلاد بلاك هذا سنة عفوا ما فهمتش السؤال يوم عيد الميلادي بحصل لي مشاكل مشاكل دون الإدلاد تمام ماشي يا حسام شكرا لك يا فن 23 و 86 من مواليد بورج السرطان المائي تقريبا أول يوم أو يومين من بورج السرطان المائي واخد شوية من الجوزاء عندك رقم 5 ورقم 2 ورقم 7 من الشخصيات المتزبزبة شوية ومن الشخصيات المزاقية كتير ومن الشخصيات الحساسة بشكل أكتر من باقي مواليد بورج السرطان المائي يعني هو التاريخ يوم 23 ده يعني هو مرتبط بعطار الدوداء بيسبب نوع يعني اليوم ده بالذات يعني يوم 5 ويوم 14 ويوم 23 من كل شهر يكون اليوم ده مرتبط بعطار الدوداء عشان جدا في الأيام دي غالبا ما نلاحظ أنه فيه ممكن تكون مشاكل وبنتعصب كتير أو بنندفع كتير أو عندنا حاجات في البيت بتبوس فممكن تتجاوز المحلة دي وتعرف أن الموضوع ده هو موجود أساسا وممكن برضو تقلل شوية من الموضوع الحساسية والنرفزة والإنفعال المبالغ فيه يعني في بعض الأحيان كما أنتم الشخصيات المتعلقة بالماضي كتير ومتعلقة بالأمور الرومانسية والروحانية بشكل أكبر وتقريبا كل أحلامك أو معظم أحلامك بتتحقق بشكل غريب في بعض الأحيان عندك فرص كويسة إن شاء الله عدد صعيد الأمور المادية اعتبارها من 1-8 وعلى صعيد السفريات القصيرة إن شاء الله من 1-9 ولغاية نهاية السنة في عندي اتصال آخر ألو ألو صباح الخير ياريت لو تورسوا التلفزيون وتسمعونا من خلال وعليكم السلام أنا مولد 16-2-66 تمام بس بس خلاص بس شكرا أن تصالك 16-2-1966 من موليد بورج عدد له الهوائي الفترة الثالثة والأخيرة وأرقام الحظ هنا هتكون عندنا 2-7-8 وتكون من الشخصيات الممتلكة للحدث بتحسي بالأشياء قبل ما تحدث أو تحلمي فيها من الشخصيات اللي عندك مفاجآت كتير قوي في الحياة من الشخصيات اللي عندك تقلبات كتير قوي في الحياة من الشخصيات المحبة للإستقلالية وغريبة الأطوار في بعض الأحيان بتفاجئ الناس بحاجات غريبة شوية عندك فرص كويسة إن شاء الله على صعيد الأمور المادية وعلى صعيد الأمور العمل إن شاء الله في شهر 8 وشهر 9 من السنة دي وده كان آخر اتصال في يعني عندنا فقرة الأبراج هنروح لفاصل بسيط ونرجع نكمل مع الدكتور رانا على أوروبي عفوا بداية الحلقة كانت صعبة عندي كان عندي كحة وقفة هنا وحنكمل الفقرة معاها وعندها إن شاء الله موضوع جميل جدا مبادرة مساعدة وتبني مصابي مرضى كورونا خليكم بعد الفاصل موسيقى موسيقى